تي من أقوى سيدات مصر الأديمة لها دور كبير مع زوجها الملك أمون حتب الثالث اللي حكم وقت الأسرة الثمانتاشر خصوصاً إن فترته كانت عبارة عن سلام دائم وما خدش أي حروب ودي كانت فرصة للإزدهار وتحقيق الإنجازات أنت عارف إن اكتشاف ممياء الملك أمون حتب الثالث ليه حكاية برضو في عصرنا؟ حكاية إيه أستاذ عصوم؟ زمان بالنسبة لزمننا وبعد خمس تلاف سنة من دلوقتي بالنسبة لزمنك يا سينو كان فيه راعي غنم ماشي يحرز أغنامه في منطقة صحروية تعب ملمشي ونام شوية في مكانه سحي لقي واحدة من الماعز اللي معاه مش موجودة اختفت فضل يدور عليها لحد ما لقاها محشورة ما بين صخرتين حاول ينقذها وفعلاً عارف يخرجها لكن لاحظ حاجة غريبة لاحظ إن المكان ده فيه مدخل بير فضل يحاول ويحاول ويحاول لحد ما فعلاً قدر ينزل وهنا لقى عدد كبير من المميوات الملكية والكنوز اللي فضل سر لي والعلته حوالي عشر سنين لغاية ما الدولة اتشفت أمره سنة 1881 وتم اكتشاف خبيئة الدير البحري وهي واحدة من اعظم الاكتشافات في تاريخنا وبالمناسبة يا يحي معظم مميوات الموكب الملكي كانت في المكان ده ياه معقول الصدفة تعمل كل ده؟ الصدفة هي اللي جابتك هنا يا يحي ولا انت نسيت؟ عندك حق يا أستاذ عصام؟ هي قصة جميلة وحدوتة ممتعة لكن برضو أنا حواديتي أحلى ولا يرايك يحيع طبعاً طبعاً يا سيني